السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي وقدم لكم مواقع التصلاة في مصر 25 رمضان 1445 الخميس 4 4 2024 كل لحظة وحضرتكم بخير يا رب العالمين وقدم لكم في هذا الفيديو مواقع التصلاة على القاهرة وعلى المحافظات الجمهورية فضلا وليس عمر تمنى تشارفوني وتنوروني باشتراك وليك أولا مواقع التصلاة على القاهرة الفجر في الرابع واثنشر دياء الشروف القامسة وعشرين دياء الظهور في الحالية عشر تمانية وخمسين دياء العصر في السالسة ونصف المغرب في السالسة وستاشر دياء تؤزن العشاء في السبعة خمسة وثلاثين دياء مواقع التصلاة على محافظة الأسكندرية الفجر في الرابع وخمستاشر دياء الشروف الخامسة واربعين دياء الظهور في السانية عشر وثلاث دياء العصر في السالسة ستة وثلاثين دياء المغرب في السادسة اتنين وعشرين دياء وتؤذن للعشاء في السابعة اثنين واربعين دقيقة موقفة الصلاة بإذن الله تعالى على مدينة بورسعيد يؤذن الفجر بإذن الله تعالى على مدينة بورسعيد في تمام الساعة في تمام الساعة الرابعة وست دقيقة الشروق في الخامسة خمسة وثلاثين دقيقة الظروف الحديث عشر اربعة وخمسين دقيقة العصر في السابعة سبعة وعشرين دقيقة المغرب في السادسة واثنشر دقيقة العشاء في السابعة وثلاثين دقيقة موقت الصلاة على محافظة السويس الفجر في الرابع وسبع دقايق الشروف في الخامسة خمسة وثلاثين دقيقة الزور في الحادية عشر تلاتة وخمسين دقيقة العصر في السالسة خمسة وعشرين دقيقة المغرب في السادسة وحد وعشر دقيقة تؤزن العشاء في السابعة ونصف موقت الصلاة على مدينة العريش الفجر في تمام السعر الرابع الشروف في الخامسة وثلاثين دقيقة الزور في الحادية عشر تمانية واربعين دقيقة العصر في الثالثة 21 ديئة المغرب في الثالثة وست دائية تؤزن للعشاة في السابعة 26 ديئة موقت الصلاة على مدينة الضمنهور الفجر في الرابعة وثلاثة عشر ديئة الشروك في الخامسة 43 ديئة الظروف الثانية عشر ودقيقة واحدة العصر في الثالثة 34 ديئة المغرب في الثالثة وعشر ديئة تؤزن للعشاة في السابعة 39 ديئة موقت الصلاة على مدينة الثالثة عشر ديئة الفجر في الرابعة وثلاثة عشر ديئة 1-52 دقيقة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد ومجيد شكرا لكم إخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم يا رفي أمان الله في الختام دايما اللهم أمين على كل دعوة في قلوب حضرتكم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله